منذ ساعات قليلة حدث حادث ربما بنتابع تداعياته خلال لا أقول شهور وإنما أقول سنوات فالحرب الحقيقية التي تدق طبولها تركيا الآن بدأت في اتخاذ مصار جديد هذا المصار يجب أن ننتبه وينتبه الجميع إلى خطورة الموضع وخطورة الموقف بأن ما جرى غير مسبوق والقصة بدأت بزيارة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا إلى اسطنبول حيث احتفى به أردوغان أيام حفاوة وفي نهاية تم التوقيع على ما أسموه مذكرة تفاهم في واقع غير مسبوقة في القانون الدولي القانون الدولي فيما يخص الاتفاقات البحرية والأمنية بيعرف كلمة اتفاقية أو اتفاقيات أما فكرة مذكرة تفاهم في مجال العلاقات البحرية والحدود البحرية وترسيم الحدود البحرية فهذه فرية لم يسبق تركيا وليبيا أو ما يسبق تركيا وفايز السراج تحديدا أي دولة فيما مضى ما جرى في اسطنبول هو جريمة مكتملة الأركان جريمة تركية مع ميليشيات فايز السراج ميليشيات إخوانية وميليشيات خارجة عن القانون داخل الأراضي العربية الليبية فايز السراج لا يمثل الدولة الليبية فايز السراج عبارة عن أراجوز صنعته قوى استعمارية معلوم ومعروف للجميع أنه لا يمثل أي مواطن ليبي قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا في هذا المكان وقبل أن يكون هناك اتفاقية وقبل أن يكون هناك مذكرة اتفاقم بين ليبيا أو بين من يدعي أنه يمثل ليبيا فايز السراج وبين تركيا أتذكر هذه المقولة التاريخية في إبان وعد بلفور حينما قالوا بأن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق من لا يملك في ليبيا من لا يحكم في ليبيا من لا شرعية له في ليبيا أعطى لمن لا يستحق أعطى لتركيا وأعطى أردوهاد القصة ليست قصة مناوشات سياسية بيننا وبين تركيا وليست قصة معالجة إعلامية نحاول فيها أن نقفز إلى أعلى نقطة في المشهد لكي نشعل الجماهير هنا أو هناك وإنما القضية أخطر من ذلك بكثير القضية هي التي دفعتنا الآن إلى أن نأتي إلى هنا ونتحدث في قضية من أخطر القضايا التي تواجه ليس فقط الدولة المصرية وإنما سوف تشعل إقليم البحر الأبيض المتوسط بكل دوله وكل مقاربه سوف تتحول المنطقة وحوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق المتوسط إلى كتلة لهب لا يعلم إلا الله مدى ما يمكن أن يحدث في هذه المنطقة أتحدث ويعتصرني الألم أتحدث الآن حول هذا الموضوع وأشعر بقلق شديد وأشعر بأن هناك مؤامرة مؤامرة لا أقول أكثر من كونها مؤامرة لأنه عندما نتحدث عن مؤامرات أو استهداف هنا أو هناك بنجد البعض ربما يسخر منا أو ربما يقول بأنكم تؤمنون بأفكار تأمرية أو تؤمنون بنظرية المؤامرة ها هي المؤامرة تتكشف أبعدها المؤامرة بتتكشف تفاصيلها المؤامرة باتت على الهواء مباشرة من لا يفهم؟ من لا يعقل؟ من لا يرى؟ من لا يدرك القضية والقصة كاملة الأوصاف أمامنا عندما التقى فايز السراج مرارا هنا هجمت هذا الرجل وقلت بأنه العوبة في أيدي القوى الاستعمارية قلت بأنه صنيعة القوى الاستعمارية قلت بأن يا فايز السراج لا يستحق أن يكون رئيسا لحكومة الوفاق الليبية قلت بأن حكومة الوفاق بات لا أثر قانوني لها لا أثر قانوني لها لأنها نابعة أو مخرج من مخرجات اتفاقية السخيرات اللي وقعت في المغرب اللي بمختضاها بيتم لملامة الشأن الليبي في حكومة وفاق بيشارك فيها الجميع مع وجود برلمان ليبي منتخب بيعطي هذه الحكومة الشرعية مع وجود جيش ليبي والأمور بتسير لتحقيق الاستقرار والوحدة داخل ليبيا ومن ثم الدعوة للانتخابات كل هذا لم يحدث اتفاق السخيرات خرج عنه حكومة الوفاق حكومة الوفاق حتى هذه اللحظة لم تحظى ولم تتمتع ولم تأخذ الشرعية من البرلمان الليبي البرلمان الليبي حتى هذه اللحظة موجود في شرق ليبيا لا يستطيع دخول العاصمة الليبية ترابلوس نظرا لاحتلالها من قبل مجموعة من الانكشارية مجموعة من الميليشيات مدعومة من الغرب تحديدا من تركيا وبأموال قطرية اذا المشهد الليبي لمن لم يتابع نقول الصراع الموجود داخل ليبيا بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اللي هو مدعوم وعنده شرعية من البرلمان الليبي اللي عين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بيخوض معركة الكرامة حر كل الاراضي الليبية بيتوقف الان في حساره على ترابلوس الغرب ترابلوس اللي بيحكمها مجموعة من الميليشيات بيتمترس فيها فايز السراج وحكمته واصبح الوضع في ليبيا وكأنه هناك حكومتين حكومة في الغرب وحكومة في الشرق برلمان في الشرق ولا شيء في الغرب من هنا دخلت تركيا من هنا دخلت قطر من هنا بات الصراع سواء ايطاليا وفرنسا وروسيا ولاية المتحدة الامريكية بالطبع مصر لها دور في الموضوع منذ البداية لان ليبيا دولة جوار الملف الليبي هو ملف مصري في الاساس هو ملف مصري في المبدأ وفي النهاية لكن حدودي في مصر هي حدود أطول حدود بين دولتين هي حدود مصر وليبيا الحدود الغربية بالنسبة لمصر أمن قوم مصري وحدود مصرية ليبيا لا يمكن أن تنفك عن الأمن القوم المصري فبالتالي وجود مصر في المشهد ووجود مصر في المعادلة لا يجب أن ينازعها أحد فيه أما وجود دولة زي قطر داخل ليبيا علامة تعجب وعلامة استفهام كبيرة وجود تركيا علامة استفهام وعلامة تعجب أكبر لكن صمت المجتمع الدولي إذا ما يجري في ليبيا في الأراضي الليبية وهذه الانتهاكات بيعكس حالة نفاق دولي موجودة ومعلومة ومعروفة أذكر الجميع بأنه ما حذرنا منه منذ البداية بأن هناك أصابع تركية أصابع قطرية تعبت في ليبيا قالوا بأن ما صرخنا به بأنه اللي انتوا تكلموا فيه مبلغة الناس بتقول اللي انتوا بتقولوه مبلغة انتوا بتبلغوا وتقولوا ليه تركيا بتخش فيه تركيا بتخش في ليبيا ليه وقاطر بتخش في ليبيا ليه وانتوا بتبلغوا عشان انتوا بتكرهوا الإخوان والإخوان متواجدين داخل ليبيا وتركيا بتحميهم لأن تركيا بترفع لواء لا إله إلا الله وتركيا بترفع لواء الإسلام السياسي وتركيا بترفع لواء الخلافة العثمانية أو الخلافة الإسلامية وأردغان بيرفع وبيقدر نفسه على نوع خليفة المسلمين تمطرس البعض الجهلاء على أن الفكرة هو صراع بين الإسلاميين وغير الإسلاميين وأنا أسأل وأتساءل أيضا لهذا الحد كان الجهل والجهالة التي تتحكم وتتحكم في المشهد برمته عموما وصلنا إلى مرحلة اليقين وانتهت مرحلة الضبابية ما جرى خلال الساعات الماضية هو أن تركيا استطاعت ونجحت تركيا من خلال فكر استعماري أصيل لدى القيادة التركية ولدى الحكومة التركية فكرت تركيا وفكر أردغان بفكرة أجداده الاستعماري تفكير توسعي بحث تفكير استعماري بحث